طبعاً أحبة المشاهدين إحنا لما نتكلم عن موضوع أبراج الضغط العالي الموجودة في العراق ولربما هناك بعض التفاصيل اللي ما موجودة عند الكثير من المواقع لكن اليوم خلينا نتكلم عليها أكثر نتعرف يا تارا شنو هي أبراج الطاقة الكهربائية الموجودة في عراق نواعها وشنو هي العمل اللي تعمل على حي فقرة الأنفوغرافيك خلينا نبدأ أيضاً ببعض الأنواع الخاصة أنواع أبراج الضغط العالي في العراق من بين الأبراج الموجودة هو برج التعليق ويستخدم هذا البرج على استقامة واحدة للمسارات المباشرة ولا يتحمل أي زاوية انحراف ويمثل النسبة الأكبر من الأبراج في حمل الموصلات وطبعا هذا أيضا من بين الأنواع المهمة من الأبراج اللي يولد الطاقة الكاربائية الموجودة في الكثير من المحافظات أكو نوع آخر موجود من بين هذه الأنواع الخاص بأبراج الضغط العالي برج الشد واللي أيضا نتكلم عنه أستاذ محمد قبل قليل وهي الأبراج التي تتعرض لقوة الشد والتجاه قوة الشد من جهة واحدة أو جهتين ويكون زاوية الحراف لها 0.45 هذه النوع من الأبراج اللي ربما قد تعتمد عليها وزارتك أربا في الكثير من المحافظات حتى تقدر تولد الطاقة بالشكل المطلوب برج العبور هذا البرج يستخدم في حال عبور الخط في حال عبور الخط مناطق معينة كعبور الأنهار أو الجسور العالية وعند مرور أكثر من خط لنفس المنطقة أيضا من بين الأبراج المهمة الموجودة عندنا في العراق أحبيت المشاهدين هذه الأنواع يعني لما نجي نقرأ لها تفاصيلها نقول ما شاء الله يعني بحاجة نحن ما محتاجين بعديلها أبراج هذه كافية طيب عندنا النوعين الآخرين برج البداية والنهاية هذه الأبراج تستخدم عندها بداية ونهاية خطوط النقل وبزاوية انحراف 30 كحد أقصى حيث تصمم لتحمل القوة الكلية للموصل وباتجاه واحد طيب النوع الأخير واللي هو برج خاص هذا البرج يمتاز بقوة تحميل ميكانيكي أكبر من بقية الأبراج ويستخدم في حالات خاصة مثل تغذية محطات أخرى على مسار الخط وهذه الصورة أيضا الموضحة أمامكم لهذه الأنواع العديدة من بين أبراج الضغط العالي يعني اليوم إحنا لما نتكلم عن هذه الأنواع الموجودة طبعا النوع الأخير اللي هو برج الطوارئ واللي تكلمنا عنه قبل قليل وهو موجود في كل مكان حتى يغذي أو لربما يستحاجة بقية الأبراج في حال صار فيها عطل أو صار فيها لربما تهديم وإلى آخره